اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحو خلق عالم اكثر امنا واكثر استقرارا وازدهارا فمعا سوف نواجه التهديدات وسنبحث عن فرص جديدة والامل يحدون اليوم بان نتمكن باذن الله وعونه من العمل على بناء اسس متينة للسلم والامن اسس من شأنها ان تحقق الاعتدال وترسي ثقافة التعايش والتسامح المتبادل وهو الشيء الذي نهدف الى تحقيقه جميعا وفيما يتعلق بامن واستقرار منطقة الخليج العربي فالامر يعود لايران التي يجب عليها الكف عن تصدير ثورتها وعن اثارة التطرف الطائفي في المنطقة ولتعلم جيدا اننا هنا شعب واحد وفي مساعينا هذه نعرب عن خالص تقديرنا لما يربطنا بالولايات المتحدة الامريكية من صداقة وما نلقاه منها من دعم حيث كانت على الدوام ولا تزال حليفة لمملكة البحرين بل حليفة لدول المنطقة بأسرها من اجل السلام والرخاء فكم يسرنا اليوم ان نرحب بضيفنا الكريم فقامت الرئيس دونالد ترامب الذي عبر بوجوده بيننا عن مدى تقديره لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واقام دليلا واضحا على رغبته في تعميق اواصر الصداقة على المستويات كافة بين العسكريين وبين الحكومات وبين الشعوب والاهم من ذلك كله هو ان صداقتنا مع الولايات المتحدة الامريكية هي امر حيوي للامن العالمي والتعاون العسكري بيننا هو تعاون مكثف ويعود لعقود طويلة حيث تتخذ القوة الامريكية في الشرق الاوسط من مملكة البحرين مقرا لها منذ الاربعينيات من القرن الماضي ويقوم الاسطول الامريكي الخامس بدور رئيسي في ضمان تدفق النفط ومكافحة القرصنة وتأمين حرية التجارة وحرية حركة السفن في الخليج العربي وما وراء البحار وما كان له اهمية حاسمة بالنسبة للاستقرار العالمي وهو اساس يجب ان نبني عليه اليوم خادم الحرمين الشريفين فخامة الرئيس اصحاب السمو الاخوة الاعزاء انما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وازمات معقدة وما يواجه العالم من تهديدات خطيرة تتطلب ابقاء قنوات الاتصال المباشر مفتوحة بين الشركاء وتستوجب الانخراط في تعاون قوي وشامل على جميع الجبهات كما ينبغي ان يكون هناك تشاور مستمر بين حكوماتنا وبين الجهات العسكرية في بلداننا لمواجهة التحديات وتكوين جبهة موحدة لمحاربة الارهاب والتطرف لتكون الرسالة التي نوجهها من خلال هذا الاجتماع انه مهما كبر حجم الارهابيين فان عزمنا على هزيمتهم اكبر وفي سعينا لتحقيق كل هذه الامور فاننا نتطلع الى العمل مع الولايات المتحدة الامريكية الصديقة لما لها من تأثير ايجابي عميق على السلام والاستقرار في العالم حيث قامت ولا تزال تقوم حتى اليوم بفضل نفوذها الدولي وقوتها وحكمتها بدور محوري في هذا الشأن فخامت الرئيس دونالد ترامب لقد اثبتتم خلال فترة وجيزة من قيادتكم الحكيمة استيعابا كاملا للعوامل الكامنة وراء المشاكل التي تحاصرنا وسعيتم بلا كلل الى معالجة الاخطار التي تهددنا جميعا كما اظهرتم القدرة على ادراك الامور على حقيقتها وابديتم القوة عندما لزم الامر وان سجلكم المشرف يعطينا مثل هذه الثقة في نجاح نتائج هذا الاجتماع ويعزز رغبتنا تماما مثلكم في تعميق تحالفنا وتعاوننا الى ابعد حد ممكن ومثلكم نتمنى مواجهة المنظمات الارهابية والميليشيات والقضاء على كل من يدعمها ويحاول زعزعة استقرار مجتمعاتنا بقبضة من حديد وفي الوقت نفسه ان اهتمامكم بحل اكبر مشكلة في المنطقة وهي القضية الفلسطينية هو محل تقديرنا وسيلقى منا كل الدعم والمساعدة فتحقيق تسوية عادلة وشاملة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة هو في صالح الجميع وفي الختام نود ان نعرب عن اطيب تمنياتنا لاجتماعنا بالنجاح واننا لواثقون من انه سيكلل بالنجاح التام في تحقيق الاهداف التي نتطلع اليها جميعا معا يمكننا ان نتعاون بفعالية اكثر لمعالجة القضايا التي تهمنا ومعا يمكننا تعميق الصداقة التي تربطنا والتغلب على التهديدات التي تواجهنا والعمل من اجل السلام والاستقرار لصالح دولنا والعالم باسره والشكر من بعد الله لخادم الحرمين الشريفين على قيادته وعزمه الذي جمعنا على الخير كما نسجل شكرنا وتقديرنا للامين العام لمجلس التعاون ولجميع العاملين معه على ما قاموا به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة